في المناء بيبدأ بسفينة فيها مجموعة من الرجالة اللي شكلهم مروا فترة صعبة جدا في البحر وكل دا لان قائدهم امير البلاد واسمه ايريك كان عنده هوس بانه يستطيع حورية بحر ولما اخيرا اعتقد انه لقى حورية وحبي يستطيعها اتصدم لانه لقاها دولف عادي ومساعد المالكة بقى الآن عليه لانه متهور بس ايريك بيقول له ما تقلقش اسهد على فيه ايه والمساعد بيقول له احنا في البحر بقلنا سبع سبيع ابوس ايدك عايزين نرجع وكمان اقول لك احنا هنرجع النهاردة للمملكتنا علشان الليلة دي هتبقى عيد ميلادك بس فجأة المركب بتتهزي بيهم وبيقع من الامير المنظر بتاعه وبيفضل يقع لحد قاع المحيط وتحت بنشوف اميرات حوريات البحر وكانوا متجمعين مع والدهم الملك اللي بيسلم عليهم وبيلاحظ اختفاء اصغر بناته واللي اسمها ايريال فبيسأل عليها مساعده السلطعون ده وبيقول له اروح وما ترجعش الا بيها وفي نفس الوقت ايريال كانت عايشة حياتها بحرية وبالصدفة لقت المنظر بتاع ايريك قدامها فخدته وده لانها بتحب تجمع متعلقات البشر وكان معها صديقة السمكة وبتشوف المكان المحظور قدامها فبتدخل فيه وهناك بتلاقي حطام سفينة فبتفرح لانها بتحب اي حاجة تخص البشر وبدأت تبحث فيها وبتاخد منها اي حاجة زي الشوكة دي وفجأة وبدون اي مقدمات بتلاحظ ايريشة وراها فبتحاول تغرب منه بس ال ايريش كان غدت وفضل يهاجمها من كل مكان ومع كده قدرت انها هتتغلب عليه وثبته ومشيت لحد ما قربت من سطح المية وهناك قبلت صاحبها ابو اردان عندنا بنسمي ابو اردان ما عرفش عنده كل واحد بيسمي ايه المهم انها ملحقتش تتكلم معا لان السلطعون بيلاقيها وبيفكرها ان النهاردة اجتماع الاميرات فبتروح بسرعة علشان ابوها ممكن يعقبها بس من الواضح ان كان فيه حاجة بترقبها وشايفة كل تحركتها والحاجة دي شكلها مش نهوية على خير خالص وبنشوف الملك وبيعاتب ايريال على تأخرها على الاجتماع وكمان انها راحت للمنطقة المحزورة وكمان بسبب اعجابها الشديد بالبشر فما بيعجبهاش الكلام بتاعه وبتسيبه وبتمشي وعلشان كده الملك بيطلب من المساعد بتاعه اللي هو السلطعون انه يخلي باله من بنته ويرقب كل تحركاتها ويحاول يبادها عن المشاكل ويريال بعد ما بتسيب الملك وبتمشي بتروح للكهف بتاعها وبيكون مليان حاجات كتير تخص البشر وطبعا هي اللي جمعهم كلهم من حطام السفن اللي بتغرق وبنلاحظ اهتمامها الشديد بالبشر وبتتمنى ان يكون لها رجلين زي البشر وفجأة بتسمع صوت انفجار قوي جدا ولما تبص فوقها بتشوف انوار فبتطلع على سطح البحر وبتلاقي سفينة فيها ناس بترقص وبتغني وكانوا مستمتعين جدا بوقتهم واكتر واحد لفت انتباهها هو الامير ايريك قبطان السفينة وفجأة بتحصل عاصفة قوية وبتضرب السفينة بكل قوتها وبتدمرها وبسبب الدمر اللي حصل نار الاضاءة وقعت على خشب السفينة فبدأت تولع في السفينة بركاتك بنت الفقرية المهم ان كل اللي على السفينة بينطوا في البحر ما عدا الامير اللي كان لسه ينط بس لقى الكلب محبوظ في النار فرجع تاني علشان ينقذه وفعلا قدر يصله ويرميه في البحر وبسرعة الحرية خادته بدون ما حد يشوفها وبصلته الاقرب قارب نجاة وقبل ما ايريك ينط بيحصل انفجار وبتدمر السفينة وبيغرق الامير وهو مغمى عليه وكان خلاص هيموت بس ايريل بتلحقه وبتطلعه على الشط القريب من قلعتهم ومع كده بيكون لسه مغمى عليه فبتغنيله لحد ما بيفوق شوية وبيبدأ انه يسمع صوتها بس ما بقدرش يشوفها وده لانه لسه مشدت والسلطة عم بيشوفها وهي مع بشري فبيتصدم وبيتقرر انه مش يبلغ ابوها باللي شافه علشان ما يحصلش مشكلة وفجأة بيجي الحراس ينقذوا الامير ويريال لما بتشوفهم بتخاف وبتهرب والسلطة عم بيروح وراها وبيحاول يفهمها ان الحياة في البحر افضل بكتير من اليابسة وبصراحة هو عنده حق يا ريتني اخي كنت طلعت جنبرياية المهم ان الامير بيفوق وبيدور على البنت صاحبة الصوت الجميل اللي انقاذته والملك بيسأل المساعد سلطة عم عن مكان اختفاء ايريال فبيقوله عن مكان الكهف بتاعها فبيروح الملك يدمر كل ممتلكات البشر اللي جمعتها ويريال لما بتشوفه بيعمل كده بتغضب جدا بس مبتدرش تعمل اي حاجة ولما بيسيبها ويمشي بيظهر لها سحرة البحر وبتقولها انا اقدر اساعدك ولو محتاجة مساعدتي تعالي لمكاني وفعلا ايريال رحت لها والسلطة عم شافها فمشي وراها علشان يرقبها ولما وصلت للمكان المطلوب سحرة البحر قالت لها انا ممكن احاولك لبشرية بس فمقابل صوتك الجميل وبتقول لها الامير لو ما حبكيش وودك قبلة حب صادق في خلال ثلاث ايام هترجع حرية تاني وهتبقي ملكي انما لو خدت قبلة حب صادق هتفضلي بشرية بقيت حياتك والسلطة عم سمع الكلام ده وتصدم ويريال في البداية رفضت العرض بس سحرة البحر عرفت تقنعها انها توافق وفعلا بدأت تعمل تعويزتها علشان تحولها البشرية والتعويزة نجحت وبكده ايريال فاخدت صوتها وتحولت لبشرية وبسرعة بتطلع على سطح المياه علشان ما تتخنقش في البحر وهنعرف ان الساحرة كانت واطية شوية وده لانها وهي بتعمل التعويزة ايريال زودت فيها انها تنسيها ان المفروض تاخد قبلة حب حقيقي قبل ثلاث ايام ودع علشان ايريال تخسر وتبقى ملكي للساحرة المهم انها اول ما بتطلع للسطح بيستدها صياد وبياخدها معالي الاسر وبيكون معها المساعد سلطعون فبتشوفها الخادمة وبتخدها تنظفها وبتجهزها علشان الامير يشوفها اللي هو يعني جايز تبقى هي دي اللي انقذته وبيبحث عنها وريال لما بتشوف الصبونة بتفكرها اكل فبتخد لها منها ارمى على الماشي المهم لما بيشوفها الامير والخادمة بتقوله انها ما بتكلمش بيحس بالحزن وبيعرف انها مش دي البنت اللي انقذته وبيسيبها ويمشي وطبعا ريال بتزعل وبتعرف انها طول ما هي بدون صوتها مش هتعرف تكتب قلبه وهي قاعدة حزينة بتلاقي استلطعون داخل لها من الشباك وقال لها انا موافق اساعدك بس اهم حاجة ما تنسيش قبلة الحب وهي طبعا بتكون ناسية كل حاجة بسبب الساحرة فبتبوسه هو فبيقولها لا بوسي الامير مش انا ولما حاول يفكرها بقبلة الحب الحقيقي اللي لقاها مش فاكرة اي حاجة فاتصدم وفهم ان الساحرة هي اللي عملت كده فيها وهي بتسيبه وبتخرج تتمشى في الاسر لحد ما بالصدفة بتوصل لغرفة الامير وبتتبهر بيها لانها مليانة حاجات تخص البشر وبتفضل تلعب في كل حاجة بتشوفها والامير بيدخل عليها وبيلاحظ وجودها وبيتكلم معها وبيسألها عن حاجات في البحر وهي بتجوب طريقتها فبيستغرب من معلوماتها عن البحر وبيعجب بيها وبيفضلوا طول اليوم يتكلموا مع بعض ومن الواضح ان بقى فيه اعجاب متبادل بينهم وبياخدها تاني يوم علشان يفرجها على مملكته والكلب اللي انقذته اول ما بيشوفها بيروح بسرعة يلعب معاها والامير بيستغرب من كده لان الكلب ده صعب يتصاحب على حد بس ما بيركزش وبياخدها وبيمشي ولما بتشوف السوق بتبقى مزهولة من الحاجات اللي فيه وفي واحدة بقت لها وردة ففرحت بيها وخدتها وكلتها وبعد ما بياخدوا جولها في المملكة كلها بياخدها في مركب للبحر وبيكون السلطعون وصديقها السمكة وبقردان عاملين جو رومانسي اصحاب يعني اصحاب المهم ان هما بيعملوا كده علشان الامير واريال يقربوا من بعض بس ده ما بيحصلش مع انهم كانوا في افضل جو رومانسي ممكن يشوفوهما الاتنين وهم كانوا قربوا من بعض شوية بس الموضوع باز على اخر لحظة والساحرة بتاخد بالها ان ايريال قربت تاخد قبلة الحب الحقيقي فبتخافه بتقرر تدخل بنفسها وعمل التعويزة تأذي بها الامير وبيلاحظ الملك اختفاء ايريال فبيقمر اخواتها يبحث عنها في كل مكان لحد ما يلاقوها والامير بيرجع مع ايريال القلعة وبيسيبها تطلع لغرفتها وهو بيروح يقعد على الشاطئ وفضل يفكر فيها وفجأة بيسمع نفس الصوت الجميل اللي هو نفس الصوت الحرية اللي انقذته وده طبعا من شغل الساحرة فبيجري يشوف مين اللي بيغني وبيلاقي بنت بس ما بيعرفش يوصلها وبيطلع النهار وبنشوف ابو ايردان وهو بيصحي ايريال وبيقول لها الامير خلاص هيتجوزها فبتفرح وبتجري علشان تروح للامير بس لما بتوصله بتتصدم لانها بتشوف بنت يميلة تانية معاها والمفروض ان هي دي البنت اللي هو هيتجوزها فبتزعل وبتمشي وبنلاقي ابو ايردان سمع نفس الصوت الجميل فبيمشي ورا الصوت وبيشوف انعكاس في المراية والانعكاس ده للبنت الجميلة صاحبة الصوت وهي الساحرة البحر فبيروح بسرعة ايريال يقول لها فبتجري ايريال وتشد القلادة من الساحرة وتكسرها وبكده صوتها بيرجع لها من تاني ووقتها بتتحول لحورية بحر فبيتصدم الامير وبترجع الساحرة لشكلها الحقيقي وبتخطف ايريال وبتنطف البحر وبتقول لها انت دلوقتي بقتي ملكي لان خلاص التلت ايام عدو وبييجي الملك علشان ينقذها فبيضحب نفسه ورمحه مقابل ايريال وبتاخد الساحرة الرمح وبتكون عايزة تقتل الملك فبيتحد الامير و ايريال وبيقدروا انهم يهزموا الساحرة وبيرجعوا الرمح للملك اللي بيوافق ان الملك و ايريال يتجوزوا بعض وبتظهر حريات البحر اخيرا على السطح مع البشر للاحتفال بزواج ايريال والامير وانهم هيعيشوا مع بعض في سلام طبعا ما حدش يصدق الكلام ده يلا سمو عليكم واتمنى تكون المشاهدة عجبت حضرتكم واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة واللاقي الجميل واتفعلوا زر الجرس وشكرا على وقتكم